موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نوصل الاستماع إلى شهادة الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي سيد الرئيس مرحبا بك مع اقتراب الانتخابات التشريعية في تونس التي كانت مقررة في أكتوبر 2014 كانت ملامح التحالفات الجديدة تتطح شيئا فشيئا في 10 أكتوبر 2014 وكالة رويترز للأنباء نشرت حوارا مع الشيخ رشد الغنوشي قال فيه إن حزبه مستعد للمشاركة في حكومة ائتلاف تضم قصومه العلمانيين وأحزابا يقدوها رموز نظام زين العابدين بن علي بهدف غرس أولى بذور الديمقراطية في البلاد وأيضا قال في نفس الحوار أعلن عن استعداده لتشكيل حكومة مع نداء تونس الذي يدم فلول نظامي برقيبة وبن علي كيف تلقيت أنت الرسالة؟ بتلقيته باستغراب كبير وأنا تذكر أنه بين الحملة الانتخابية سئلت هل أنت مستعد للتحالف مع نداء تونس فصرخت العياذ بالله العياذ بالله العياذ بالله وكانت هذه الجملة رددها خصومي أكثر من مرة على أساس أن نشوف الفرق ما بين هذا الرجل الذي يرفض الحوار ويرفض كذا ويرفض كذا ويرخي حيث كان الموقف هنا كان اختلاف واضح ما بين راشد غلوشي ومجموعته وبين موقفي أنا البراجماتية السياسية لا البراجماتية السياسية واختلاف الرؤية واختلاف عمق الرؤية وإلى أين نريد أن نذهب لا والبراجماتية يعني هو ربما كان على صواب أنه وجد أن الطيار متجه إلى أن العلمانيين سيفوزوا وأن التحالف معهم يكون مرحليا طيب لكن مرة أخرى أنا أقول لك أنه ربما الشيء الذي لم يفهمه الكثير حتى من أقرب الناس إليه هو أنهم مصريا على وضعي على أساس أن إنسان عنده مطامح شخصية يتابع هذه المطامح الشخصية في ظرف الزمن المحدد لحياة الأشخاص أنا أعتبر نفسي حلقة في مشروع تحرري كامل لهذا الشعب وبالتالي فهذا الشعب الذي وصل إلى الهاوية بفضل بين الظفرين هذا النظام الفاسد المفسد هذا النظام الفاسد المفسد هو الذي أوصل شعبنا إلى الوضع الذي هو عليه معركة التحرر كانت ضد المستعمر لأنها معركة التحرر ضد استبداد الفاسد المفسد وبالتالي تقدم هذا الشعب لا يكون إلا بالقطع الجذري مع هذا النظام وليس بالتحالف معه وليس بالتعايش معه وهذا لا علاقة له لا بالتشدد ولا كذا علاقة له بأمر منطقي يعني إحنا لم نكن نستطيع أن نتعايش أو نتقدم في إطار الاستعمار باعتبار أنه والله من الإنسان أن نتحاور مع المستعمرين وأنه من الأحسن أن نكون كذا وكذا وكذا تقدم شعبنا كان مربوط بالفصل النهائي والجذري مع المستعمرين مع بقاء العلاقات الطيبة مع الفرنسيين أيضا أنا رأيي ولا يزالي لليوم أنه هذه الأنظمة المستبدة الفاسدة التي لا تصلح ولا تصلح التي قادت شعوبنا إلى الهاوية قدرنا هو أن نقطع معها لبناء منظومة سياسية جديدة هذا كان رأيي وما يزالي إلى حد الآن وأنا أراهن على الوقت الطويل فشلنا الآن في التخلص من منظومة الاستبداد الفاسد لأنها أقوى منا فليكن لكننا لا يمكن أن نبني وطنا جديدا بالفاسدين والمفسدين هذا رأيي أن الرجل الغنوشي يعتقد بإمكانية أنك تعيد البناء بالفاسدين والمفسدين فهذا ما سيثبت التاريخ خطأه وهو أثبت التاريخ خطأه الآن هم الآن يغرقون في نفس المركب الذي طلع فيه الاثنين أنا بالنسبة لي شوف الوضع الاقتصادي والاجتماعي اليوم النهضة والنداء متحالفان في الحكومة نحن الآن بعد سنتين في عملنا حكومتين ويبدو أنه ستكون هناك حكومة ثالثة إذن المراهنة على أنك تستطيع أن تبني بمن يهدم أن تستطيع تبني مجتمعا فاضلا بالفاسدين والمفسدين أن تستطيع أن تشتري هم في الواقع اشتروا فقط مهلة لاستعادة الأنفاس وحافظوا على حزبهم لكن بأي ثمن هذا هو المطلوب حتى الباجي قال في تصريحات له إنما بيننا وبين النهضة ليس تحالفا وإنما تعايشا طبعا هو يستعار منهم وهذا لما يفهمه أخوانا في النهضة أن تحالفهم هذا مع هذا الشخص والمجموعة هو تحالف غير طبيعي غير مجدي غير مجدي لأنه هؤلاء الناس لن يتغيروا أبدا لن يغيروا عقليتهم الاستبدادية لن يتخلوا عن الفساد وبالتالي هم سيضطرون آجلا أو عاجلا إلى تحمل مسؤولية هذا الخيار ثم هؤلاء الناس متربصون بهم وفي أول إشارة من تغيير عالميا وكذا كذا سيمثلون بهم وفي تلك اللحظة لن يجدون إلا الناس أمثالنا الذين بقي أو في على العهد ليحموهم أنت لم يكن لديك أي استعداد من قريب أو بعين للدخول في تحالف مع نداء تونس العياذ بالله العياذ بالله العياذ بالله أنا بالنسبة لي هذه المنظومة هي التي أدت إلى خراب تونس هي التي أدت إلى الفساد هي التي أدت إلى أفساد الإعلام إلى أفساد القضاء إلى أفساد الأمن إلى أفساد الاقتصاد إلى آخره مرة أخرى نقول لك أنا تونس وكل الأمم ليس لها أي مستقبل إن لم تقطع مع الفساد والفسدين إن لم تقطع مع العهد القديم إن لم تبني دولة جديدة لا علاقة لها بالدولة التي بنها هؤلاء أنت لماذا لم تسعى لبناء علاقة بينك وبين الإعلام طالما أنك لا تملك آلة إعلامية قوية لماذا لم تبني جسورا بينهم بدلا من الهجوم الدائم عليهم في 15 أكتوبر في خطاب لك في الحمامات شنيت هجوم على الإعلام التونسي وصفته بالإعلام الفاسد الكاذب الذي ليس له صفة لا يتحدث باسم التونسي واستعديت الصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين واتهموك أنك تحاول تركيع الإعلام اللي لم تخضعه لك لماذا علاقتك بالإعلام ظلت ولا زالت إلى الآن الإعلام التونسي علاقة متوترة وعلاقة مليئة بالعداء والنقد هو أنت تتكلم عن الإعلام التونسي كما لا كان شيئا واحدا الإعلام التونسي مثل ما قلت لك في كل بلد في العالم تيارا تيار الإعلام التضديل إعلام الفساد إعلام التزوير إعلام كذا وهناك إعلام ثاني اللي هو إعلام الحقيقة والواقع وكذا هذا الإعلام الثاني الذي هو أنا كنت معه وكنت أحترمه وكنت أقدره لكن أنت ما تستثنيش في الكلامة لا لا أستثني في الكلامة أنا البارحة فقط كتبت على الفيسبوك أنني أفرق بين نوعين من الصحفيين وأنني أحترم الصحفيين المهنيين وأنني أطلب من هؤلاء الصحفيين المهنيين أن يثأروا وأن يثوروا إلى مهنة كادت أن تصبحوا مهنة لكن لما تنظر للتيار العام للإعلام في تلك الفترة فأن الأغلبية الغالبة التي تتحدث وتتكلم هو الإعلام الفاسد والدليل على ذلك أن هناك إعلاميين غير فاسدين هم نفسهم يقولون يرددون الكلام الذي أقوله وهناك اليوم معركة داخل الإعلام بين إعلام التنوير وإعلام التضديل بين إعلام الحقيقة وإعلام الكذب والفساد معركة داخل الإعلام نفسه يعني أنظر إلى بعض صفحات الفيسبوك أنظر إلى تلفزيون مثلا تلفزيون الزيتونة وهو تلفزيون صغير لكن يحافظ على المهنية الإعلامية هؤلاء الناس هم أشد وقعا على الصحفي الفاسدين مني أنا بألاف المرات ما تعتقدش أن أكبر خطأ ممكن يقع فيه سياسي أنه يدخل في معركة مع الإعلام حتى لو كان إعلام فاسد يا سيدي كريم أنا لم أدخل في معركة مع الإعلام هذا الإعلام هو الذي استهدفني منذ البداية والله لو فعلت كل ما أفعل شوف أولا أنا مثل ما قلت لك لم أقاضي صحفيا وهذا لم يقع كان بإمكاني دعوت الصحفيين إلى قصر قرطاش فتحتهم القصر كان عندي متحدث رسمي يتحدث إليهم طول الوقت لو خرجت من جلدي لو خرجت من جلدي لما غفروا لي وجودي في ذلك المكان هذا كانت ناس يعني هي رأس الحربة لمنظومة سياسية فاسدة منظومة اقتصادية فاسدة كانت لهذا الإعلام الذي مهمته هي تدميري بحيث لا تعكس الأمر تقولي أنا عديت الإعلام هذا الإعلام هو الذي عاداني منذ اللحظة بين قوسين تحت بن علي كنت ضحية هذا الإعلام طول الوقت يعني كل جرائده كانت تسبني كل تليفزيونه كان يسبني لم يتغير شيء بما أنه للأسف الشديد لم تقع عملية التنظيف الذي كان من فرض أنها تقع فأنا هذا الإعلام واصل للإستهداف وإلى يوم الرحمن هذا وأنا ممكن أن أقول لك أن حتى بعد موته سيواصلوا للإستهداف في 16 أكتوبر 2014 جريت الصباح أجرت حوارا مع الباجي قيد السيبسي شن هجوما شديدا على حكم الترويكا واعتبره أفشل حكم جاء إلى تونس وهو الذي أدى إلى فشل تونس في كل المجالات هو خلينا نسلم بصحة هذا هذا الرجل لما جابوا لي برنامجه الانتخابي انفجرته ضاحكا انفجرته ضاحكا لأنها كنت أعرف مالية تونس ودولية وكذا يعني هذا الرجل مثلا وعد أنه في خمس سنوات ستكون هناك 800 كم سيارات طرق سريعة لآن بعد سنتين في الحكم صفر كيلومتر لم يحقق هذا الرجل وعد أنه 90 ألف موطن شغل سنويا ولا موطن شغل ازداد هذا الرجل وعد أنه نصف السكن الاجتماعي سيتغير لم يتغير شيء احنا كنا في الفترة الترويكة 3% من دوران العجلة الاقتصادية الآن صفر في فترتنا احنا رغم كان الإرهاب يضرب بقوة أكبر عدد من القتلى ومن الجرحة في عاديه إلى آخره إلى آخره هذا الرجل تحيل على الشعب التونسي بكيفية لما يسبق لها مثيل بين قوسين أنا طلبته في مناظرة أكثر من مرة طلبته في مناظرة وكنت سأثبت للشعب التونسي أنه كان يكذب عليهم من ألف إلى لي وأن هذا برنامجه الانتخابي سلسلة من الأكاذيب غير قابلة للتحقيق أصلا وكنت سآتي بكل البرهين والحجج لكنه تنصل وهرب ولم يقبل بذلك لأنه هو هذا رجل غير قادر أن يواجهني في مواجه هو لا يشعر بالطمأنينة إلا ما عند يكون أمامه جملة من الصحفيين المأجورين الساكتين المطبلين المزمرين أنا ذلك يستطيع أن يقول ويتكلم أما أن يقف أمام رجل مثلي بالأدلة وبالبراهين فهو كان أعجز من ذلك وبالتالي فهو يكلم على التونسيين من ألف إلى لي فأنا سأسعى لكي أسجل أيضا معه شاهدته على العصر ويرد على هذه الأشياء أنت خطابك في الحملة الانتخابية كان حد في حوار لك في 20 أكتوبر مع قناة الحوار أعلنت عن ثقتك في الفوز ودعاوت شعب النهضة للتصويت لك طبعا حركة النهضة غضبت قيادتها غضبت واعتبروك أنك أنت توجهك لشعب النهضة متجاوز على قيادة النهضة وأنك إذا أردت أن تدخل من الأبواب البيوت تدخلها من أبوابها وهذا الأمر أدى إلى تأزم بينك وبين حركة النهضة لا لا هذا الأمر هي الواقع أنا لما فهمت أنه قيادة النهضة وبالأساس راشد الغنوشي إلى أي طريق يتوجهون يعني ترح علي في أكثر من مرة علاقتك بالنهضة علاقتك بالنهضة علاقتك بالنهضة علاقتك بالنهضة فكنت أقول لهم أنا ما عنديش مشكلة مع النهضة النهضة هي حركة سياسية مجتمعية من أفراد من عائلتي موجودة داخلها كيف يمكن أن تقولوا لي أني عندك مشكلة مع النهضة أو النهضة كذا وكذا قلت لهم رأوا النهضة بالنسبة لي ككل الأحزاب هي مجموعة هي قيادات وهذه القيادات أنا عندي لي فيها كثير من الأصدقاء وأكثير من الخصوم وهناك ما يسميه شعب النهضة وهو مصطلح يعني لطيف مثلا عندنا في تونس يقول شعب الترجي لشعب الترجي معناه هما أنصار الترجي هذه فكرة شعب النهضة شعب النهضة هما شعب الترجي شعب كذا وهي كلمة لطيفة هما يعتبروا أن خضاب شعب النهضة من حق قيادة النهضة وليس من حق أحد خلالها اسمعني نهضة هي حزب مكون لا أدري كم من عندهم عشرة ألاف عشرين ألف خمسين ألف هما لا يفسحون عن عدد مخارطين هؤلاء مخارطين لم أذهب أبدا إليهم لأقول لهم أخرجوا عن طاعة الشيخ وتعالوا إلى حزبي هذا لم يقع طيب شنو اللي عندك عندك ناس يصوتون لما يريدون أنا كمرجح عندي الحق أن أتوجه إليهم كما أتوجه إلى بقية الشعب التونسي شنو اللي في هذا لا قال لك إحنا كيان وهذا من المصوتين ملك خاصا لهم لا أنت ما عندك ملك خاص أنت عندك ربما ملك خاص لمناظليك وحتى مناظليك يعني ما هم مش ملك فمن هؤلاء بشر وأنا عندي الحق أن أتوجه إليهم أنا مرشح أتوجه إلى الشعب التونسي كاملا لماذا تريد أن أتوجه لهؤلاء ناس عبرك أنت يعني يجب أن أذهب إلى الاتحاد التونسي لشغل يقول له أعطيني الرخصة حتى أتوجه للعمال ويجب أن أذهب الاتحاد الفلاحين حتى تقول أعطيني الرخصة حتى أتوجه للفلاحين يعني منطق المنطق هو المنطق الغريب لكن هم كانوا بحاجة إلى شيء يعتذرون به واعتبروا أن نتوجه إلى شعب النظر طعن في الظهر يعني هم أن يتحالفوا مع الباجي قاد السبس ورائي وأن لا يعلموني بذلك وأن يبقوا إلى آخر لحظة في الخطاب المزدوج هذا ليس طعن في الظهر أعلنوا رسميا في الأخير يعني في الأخير لا لا بقيت كذا لكن أنا أنا أتوجه بكل تلقائية بكل محبة إلى ناس أعرف أنهم الكثير منهم يحبوني ويقدروني فهذا اعتبر خيانة وضرب كذا يعني شوية أنا أقبل هذه التقنيات أقبلها من الخصوم لكن من أصدقاء أطلب منهم أن يترفعوا شوية على هذا هل كنت تعتبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أكتوبر ونوفمبر 2014 هي مفاصلة بين الثورة والثورة المضادة؟ طبعا كان الأمر واضح واضح جليا أن هذه القضية هي معركة مصرية ما بين الثورة والثورة المضاد وأنا لم أذهب إلى الانتخابات رغم علمي بأنها ستكون صعبة وأنه من الممكن ومن ممكن جدا أن أهزم فيها إلا لأنني كنت أريد أن أذكر بأن هذا البلد وقعت فيه ثورة وما زالت فيه قيم وأنني يجب أن أغرص هذه البداية التي ستنبت فيما بعد وبين ظفرين أنا فخور وفخور جدا بأنه تحصلت على ذلك الكم الهائل من الأصوات هاجي لك بالتفصيل نعم الآن 26 أكتوبر 2014 توجه الشعب التونسي لمراكز الاقتراع لاختيار نواب الشعب نعم الإقبل كان كبير للغاية هل كان لديك توقعات بالنتائج؟ كان عندي أمل أن النهضة تبقى في المرتبة الأولى لأنه كان ذلك ممكن ولو قبلوا الانتخابات التشريعية الرئاسية قبل هذا لا حدث وابتلانا أحملهم هذا الخطأ لأن كان بإمكانهم أن يكونوا هم الحزب الأول لم أكن أتوقع الانهيار التام لكل المنظومة الديمقراطية التي منها حزبي حزب مصفى بن جعفر حزب ناجيب الشابي التي يعني مسحت مسحا تاما مما أثار فيها قلقا شديدا عدنا للاستقطاب الثنائي عدنا للاستقطاب الثنائي أنا كانت هاجسي دائما خرج تونس من الاستقطاب الثنائي كنت أعرف أن هذا الخطر الكبير لأنه إما يتعارك بينهما وأنا ذاك فهي مصيبة وإما إذا كانت تصالح بينهما فهو على حساب الثورة وهي مصيبة أكبر كان بالضرورة أنه يصير فيه شيء في الوسط اللي هو يحافظ على هدف الثورة واللي يمنع هذان القطبان بأنهم يدخلان فيه إما في معركة ستخسر فيها تونس أو في تحالف ستخسر فيها تونس يعني الترويكا كالثلاث أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتب النهضة بقيت نعم خدت زخامها كما هي نقصت نقصت عشر عشرين في المية لكن أنتم مش نقصتوا عشر عشرين في المية أنتم مسحتوا أنهارتوا أنهارتوا وثم مصر ومجعفر لما تحصل حتى على مقدب نجيب الشاب كذلك أو تحصل على مقعد مقعد وانت أربع مقعد أربع مقعد يعني كانت كارثة لكن احنا دفعنا الثمن لحزاب هذه الديمقراطية دفعت الثمن لأنه أولا الكثير من أنصارنا قالوا عابوا علينا تحالف مع النهضة لأن كان هناك شعور معادل النهضة ليس فقط عند النداء وإنما عند حزابنا لأنه قالوا هؤلاء الناس ثوروا وجنوا على أنفسهم إلى خيره ولكن الشعب أيضا الشعب يحب هذا الاستخدام الثمناء يعني هذا أمذاك وهذه اللعبة هي التي كلفتنا الكثير لا ألم يكن أصلا أيضا أداؤكم الذي لم يكن على قدر توقعات الشعب سببا في هذا الانهيار طبعا طبعا لكن احنا مثل ما قلت لك أداءنا للحزب المؤتمر انفجر لأنه كان هناك خلاف داخل المؤتمر أنه إحنا سندفع ثمن تعاملنا مع النهضة التي كان من الواضح أنها لم تكن تخدم أهداف الثورة إحنا جابتنا ثورة وإحنا لابد أن نخدم وفي آخر المطاف فعلا دفعنا ثمن أيضا لهذا التحالف كان فيه مفاجأة هي الاتحاد الوطني الحر بزعامة رجل الأعمال السليم الرياحي لا إيدولوجية ولا فكر ولا سياسة ولا تاريخ فلوس فلوس وهذا ودخول هذا الحزب يعني الفلوس مثلا الفلوس يعني هذا كان واضح أنه المال هو الذي يعني غير المعادلات وهنا إزاي قولي المال غير المعادلات أعزين نفهم القصة استناني يعني فتحة مقرات اشتريت يعني ولاءات بكيفية غير منطقية غير محولة يا سيد الرئيس يا سيد الرئيس كريم هذا شخص لم يكن معروفا قبل الثور لم يسمع به أحد فجأة جاء إلى تونس ثم بأموال لم تكن معروفة احنا في المؤتمر مؤتمر من الجمهورية وأنا نفسي أعملتنا محاولة لأن نعمل قانون من أين لك هذا ففي إطار المحبة والمشعار في إيش لم يتحقق هذا محبة من مين من طرف النهضة التي كانت تريد من طرف النهضة تحملها كل جنو يا سيد الرئيس كريم هذا ما وقع هذا ما وقع أنه قصة أنه من أين لك هذا قانون من أين لك هذا لم يمر ولم يعرى حتى أصلا إذن احنا كنا نريد هذا الشخص من أين أتى ومن هذه الأموال من أين أتى لابد أن يكون عندنا قانون لحماية النظام السياسي من الشركات السياسية الآن شركات السياسية أقولها بكل وضوح شركات سياسية اليوم أنت ملياردير عندك ملايين كذا تنزل للساحة السياسية تكون حزب بكل سهولة تعمل مقارات بكل سهولة تشتري ولااءات بكل سهولة وليس عندك منخرة واحدة ثم بعد ذلك تدخل للانتخابات تشتري من تريد وهذا أكبر خطر ليهدد الديمقراطية هذا لم نكن ننتبه إليه إحنا الآن بصدد تعدم سواء الطبقة السياسية أو تجربة السياسية اليوم في تونس أو في بلد عربي عندك شركات سياسية وعندك عصابات سياسية وعصابات سياسية يعني الناس بكل وضوح تتعامل مع الخارج بكل وضوح أموالها مشبوهة بكل وضوح خارجة على القانون إلى خيره ما فيش قوانين ولا تشريعات ما فيش ما إحنا الآن بصدد بناء ديمقراطية لكن قبل أن نبني أسس الديمقراطية دخلت العصابات السياسية ودخلت الشركات السياسية ودخل الإعلام الفاسد والأكبر خطر يهدد الديمقراطية هو هذا أن الناس ستكفر بالديمقراطية عندما يستولي هؤلاء الناس ونحن الآن في تونس نتقدم خطوة نحو ما أسميها الديمقراطية المافيوزية يعني ديمقراطية المال الفاسد والسياسي الفاسد والإعلام الفاسد. وهذا سيفاقم من مشاكل البلد اقتصاديا واجتماعيا. وقد يؤدي إلى ثورة أخرى. لا أدري هل ستكون فعلا ثورة سلمية كما أتمنى. المراقبون رصدوا ثلاث حاجات في الانتخابات دي. قوة التنظيم. قوة التمويل المالي. والدعاية الإعلامية والإعلانية. للنداء. آه. مش. يعني اللي كان يملك الثلاثة دول. بالضبط. في كل الأحزاب. هو اللي حقق نتائج كويسة. بالضبط. أنا بش نعطيك مثال حول الخبث الدعائي التي مثلا مرسها النداء. إحنا في عقل ملاقات في كل مكان تمشي في الإعلانات الإشهرية لا ترى شيئا إلا عالم تونس. في كل مكان. كل مكان تذهب لا ترى إلا عالم تونس. قلنا شو القصة هذه. طيب انت لا يمكن أن تجي للماذا تنشر عالم تونس. لأنه شيء طبيعي. شيئا فشيئا. يعني بعد تقريبا ستة أشهر وسبعة أشهر أو سنة. ظهرت نفس العالم خرج الشعار متاع نداء تونس. فبحيث وتحية تونس. هو تحت العالم كان تحية تونس. بعد ذلك جابوا أضافوا فبحيث وتحية تونس. يعني أنهم أعدوا المشاهد التونسي إلى استقبال فكرة أنه العالم التونسي ونداء تونس نفسان. نفس الشيء. يعني شوف طريقة الخبث. الخبث. والمهنية التي اشتغلوا بها. أيضا بعد ذلك يعملوا هذه قضية. عملوا علينا حملة. الوسخ المؤقت والإرهاب المؤقت والفقر المؤقت إلى خيره. نسبة إلى أن المؤقت هو رئيس المرزوقي والحكومة. وبالتالي كل ما يربط بالمؤقت فهو. ففجأة شوفنا يعني بين عشية ونضحها عشرات وعشرات الوسخ المؤقت والإرهاب المؤقت والفقر المؤقت. وكانوا على ما يبدو مستعدين. لأنه لو أسحنا هذه كذا. محظرين على ما أخرى. القمع المؤقت. يعني ناس كانت تشتغل بأكبر قدر من المهنية. وأتصور أنه كان لهم نصح في كل مكان. والمال كان مبذورا كذا. وهذا ما أدى الشعب التونسي العظيم إلى أنه صرخته في الانتخابات عندما كان يأتيني جينك جينك بلا فلوس. لأنه كان واضح أنه هناك أموال رهيبة. وهذه أكبر أجمل صرخة سمعتها في حياتي. أنه إحنا نعرف أنكم تربحون هذه الانتخابات بلا فلوس. إحنا جينك جينك بلا فلوس. والله فعلا هذه كانت ما رفعت معنوياتي وما جعلت الحملة الانتخابية من أروعي ما يكون. لأنك أمامها الشعب. يواجه ما كان فيها كان الفلوس وفيها كان القذارة. أنا هاجل الانتخابات الرئاسية. ولكن الآن الانتخابات البرلمانية أعلنت نتيجتها. حصل نداء تونس على 86 مقعد. متصدرا للمركز الأول. حصلت النهضة على 69 مقعد في المركز الثاني. وأعلن الباجي قايد السيبسي أنه مستعد للحكم مع الأقرب له. فأجابه الشيخ راشد في 28 أكتوبر أنه لا مجال لإقصاء أحد في تونس بعد اليوم. وأن الحركة حريصة على الوحدة الوطنية. خلاص التحالف شكل. شكل. أنتوا بره أربع مقاعد. مقعدين. مفيش مقاعد. وأصبح الشعب التونسي هو اللي اختار. بغض النظر بقى دول تكتكوا. دول جابوا فلوس. دول عمل ودعاية. دول عمل وكذا. الشطر يكسب. طبعا. طبعا. لكن أنا أحب تذكرك بأن الشعب التونسي مكون من 11 مليون وأكثر شوية. أنه الانتخابات كان مفروض أنه يمشوا لها على الأقل 5 ملايين أو 6 ملايين. لم يذهب للانتخابات إلا 1.7 مليون ومليون 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 ومليون. يحسب كم يجي. في نصف الشعب التونسي. لا أنا هنا بقى. مش عايز أخلط بين الرئاسية وال... لكن أنا أقول لك أنه الشعب التونسي. وتتحدث على الشعب التونسي. جزء كبير من الشعب التونسي. للأسف الشديد لم يذهب للانتخابات. وخاصة الشباب. وهذا يطرح إشكالية أنه إحنا لم نستطيع أن نسوق فكرة أنه النظام السياسي ضروري. وأنه أنتم الشباب لابد أن تأخذوا. هذا بالنسبة لي كان أكبر فشل. يعني نسبة... عندما تقارن نسبة في 2011. نسبة المشاركة. ونسبة المشاركة في 2014. شوف اللي ثم خطأ. وثم فرق. وثم خيبة أمل كبرى. ثم خلافا لما يقال. على الأقل في الانتخابات الرئاسية الأمور كانت متقاربة جدا. رغم الفوارق الهائلة في الإمكانيات. ونحب ذكرك بأنه أنا أشكل مفارقة في تاريخ هذه الأنظمة والحكومات من كثير من الأشياء. ليس فقط أنني لا أربس ربطة عنق. وليس أنني من طبقة أوروستقراطية. وليس وليس. ولكن أيضا لأنني الرئيس المباشر الوحيد. الذي كان لا يملك الإعلام. وكان لا يملك المال. بينما الطرف الآخر في المعارضة هو الذي كان يملك المال والإعلام. هذه أيضا من المفارقات الغريبة. سيد الرئيس شكرا جزيلا. اسمح لنكمل في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نوصل الاستماع إلى شهادة الرئيس التونسي السابقة. الدكتور المنصف المرزوقي. في الختام أقول لكم تحياتي فريق البرنامج. وهذا أحمد منصور يحييكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة